اشتركوا في القناة المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أسعدتم مساء إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذا اليوم وخلال هذا الأسبوع بإذن الله اليوم الأحد يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة أيضا تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربي في جنوب وشرق المملكة وبالتالي يتذنى مدى الرجل الأفقي في هاتين المنطقتين الأجواء حارة نسبيا درجات الحرارة أعلى معدلاتها على الأقل ما بين ثماني إلى عشر درجات مئوية الدرجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية تلاتة وتلاتين والسهرة أربع وعشرين المنعمان والمنطقة الوسطى تلاتين واحد وعشرين المنطقة الكرك والمناطق الجنوبية تماني وعشرين وعشرين قليج العقبة خمس وثلاثين تماني وعشرين منطقة معان والبادية الجنوبية واحد وثلاثين تساطاش والبادية الشرقية تسعة وعشرين إلى فمنتاشر درجة مئوية يوم غد الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة تسود الأحوال الجوية الخماسينية وبالتالي تكون أجواء حارة جافة مغبرة مع ظهور السحب العالية والمتوسطة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين عشر إلى اتناشر درجة مئوية المناطق الشمالية العظمى المتوقعة خمس وثلاثين طمانطاش المنطقة الوسطى 32-17 المنطقة الجنوبية 32-15 العقبة 35 إلى 22 البادية الجنوبية 32 إلى 20 والبادية الشرقية 36 إلى 23 درجة مئوية أهم ما يميز هذا الجو يوم الاثنين إنه خماسيني حار جاف مغبر يتدنى مدى الرؤية الأفقية في معظم المناطق وبالتالي يتدنى أكثر وأكثر في المناطق الصحراوية الشرقية وأيضا منطقة البادية الجنوبية ونرجو من الجميع أخذ الحيط والحضر خاصة الطرق الصحراوية لأن الرؤية ستتدنى بشكل واضح وكبير يوم الثلاثة هناك انخفاض على درجات الحرارة وبالتالي ينتهي تأثير الأحوال الجوية الخماسينية تدريجيا انخفاض لتعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة المناطق الشمالية 21 العظمى والصغرى 13 مع ظهور السحب المنقفضة المنطقة الوسطى 20 إلى 9 يعني حتى تعود الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل وأيضا المنطقة الجنوبية 19 إلى 7 مع رياح نشطة في المناطق الجنوبية ومنطقة البادية الجنوبية البادية الجنوبية 25 تسعة يعني أجواء تقريبا لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا بالليل العقبة 29-17 معتدلة بالنهار لطيفة بالليل منطقة البادية الشرقية أجواء مغبرة أيضا والعظمى 34 والصغرى 12 درجة مئوية يوم الأربعاء إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة أجواء تقريبا لطيفة بالنهار يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة لكنها باردة نسبيا بالليل المناطق الشمالية العظمى 20 والصغرى 11 المنطقة الوسطى وعمان 18-8 المنطقة الجنوبية 16 العظمى والصغرى 8 العقبة 26-17 والبادية الجنوبية 22-8 والبادية الشرقية 26-11 درجة مئوية لحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس الخميس ارتفاع على درجات الحرارة تصبح الأجواء اللطيفة بشكل عام لكنها تميل قليلا إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر أجواء مشمسة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 13 عمان والمنطقة الوسطى 21-14 والمنطقة الجنوبية 19-12 درجة الخليج العقبة 28-19 والبادية الجنوبية 24-13 والبادية الشرقية 26-13 درجة مئوية يوم الجمعة القادم ان شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح الأجواء ماء الدافئة معتدلة إلى حارة نسبيا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30 والصغرى 19 يعني تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ولكنها لطيفة بالليل منطقة عمان والمناطق الوسطى 27-18 معتدلة نهارا لطيفة ليلا وكذلك منطقة الكرك 26-15 معتدلة نهارا لطيفة ليلا العقبة معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-23 البادية الجنوبية 28-16 والبادية الشرقية 30-19 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع اسبوعا موفقا ولكم تحية طيبة من طقس العرب وشكرا لاستماعكم النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة